بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم من جديد والقائنا المتجدد مع كورس الاي سي دي التيتشاف بروفيشنال بإذن الله النهاردة بنستكمل مديو للورد الدرس رقم ثلاثة او الدرس الثالث اخر حاجة وقفنا عليها لمرة الفاتت قائمة فايل خلصناها وتناولناها باستفادة قالك دلوقتي هنبدأ بإذن الله مع بعض الدرس الثالث ودرس مهم جدا واغلب اسئلتي اللي امتحان بتيجي منه تقريبا ما بيخلاش من الجزء ده ست سبع تمن عشر اسئلة معانا قايمة اسمها قايمة هوم قايمة هوم دي خاصة بحاجة اسمها التنسيق او وعشان نعمل تنسيق لازم ابقى عامل سيليكشن الاول يبقى تاني يبقى قايمة هوم مرتبطة بالتنسيق يعني ايه هي التنسيق وايه هي قايمة هوم والله هوم حضرتك زي ما نشوف عالس تقبر الخط صغير الخط اتغير مظهره وتغير الستيل بتاع وتغير لونه اما سيليكشن علشان نعرف اروح اعمل التنسيق ده لازم ابقى محدد في الاول تم كده يا ست زه يوانا رضي بيزن الله معانا الدرس التالت اللي هي ليه قايمة طيب قالك حبل ما نبدأ هنروح نبص كده مراجعة سريعة بس على الدرس اللي فات علشان الناس تبقى معانا انا خذنا اين مرة اللي فاتت اللي خذنا بالتفصيل قائمة الملف فايل منيو اللي قائمة فايل دي والتي تحتوي العدد من الاوامر الموضحة بواسطة ايكونات مثلها حفز مثل سيف اللي هي الحفز وسيف آز الحفز باسم وكلوز وهكذا الذي يتم تنفيذها مباشرة او بعد ظهور مربع حواري وتحتوي ايضا النجمعة الثانية من الاوامر التي تظهر تفاصيلها كما بالشكل الآتي بص كده وركز معين ده اللي شرحنا المرة اللي فاتت قائمة فايل هي فيها سيف سيف آز اي قال لك اوبن بيستخدم الملف موجود مسبقا سيف سيف آز اي قال لحفز يبقى فايل اوبن ملف موجود اروح افتحه عشان اقفل ايه المستند المفتوح ولايس البرنامج علشان اروح افتح ملف جديد لاتباعة خاصات برنامج الوفيس زي ما تناولناها البرنامج نهائي وبالتالي بيطلع من الملف طيب ممكن يجي لك سؤال زي كده في الامتحان كريت نيو دي كومينت روح اعمل لي مستند جيد فمفوض انت حددك هد راح تقول له فايل وتقول له نيو وهو عايز نوع دي كومينت فانت هتسيب هالو بلانك دي كومينت وتقول له كريت بالشكل ده كده طيب مصار بتاعك اي ان كان مصارك فين انا اقول لي كومينت مثلا اللي اتمس او اي ان كان الملف اللي انت شايله او حطه فين بالزبط طيب بالشكل ده يتظهر لك هو قد راح تختار المصار وباك هتختار الملف وباك هتقول له ايه او بان قال لك لو عايز افتح الريسينت بتاعك او الملفات بتاعتك هتقول له فايل ريسينت هنبدأ حالا بحاجة اسمها التحديد او هنروح نكتب الاول ونشوف الورد بتقوى من ايه ونبدأ ان نحدد على اساسه نبدأ ان نستخدم قايمة فورمات بالتفصيل الملف الورد اللي لسه فتحينه جديد المؤشر الموس هنا واقف فين قال لك واقف شماء طيب لو عايز اجيب مؤشر الموس في قيمة هم كاي كاي احنا مشيهم بالترتيب بس عايز اجيبه يمين شايف العلمتين دول اللي هي في الجروب بتاع براجراف العلمتين دول قال لك لو دست على دي يجيب لك الموس هنا طيب سوء اه هو الورد بتكون من ايه قال لك بتكون من حرف لتر شوية لتر 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 حروف كتيرة تكون لك ايه وورد ورده. شوية وردا كثيرة مجموعةفيقية. شوية باركاجراف الفقرة. شوية بيرج. شوية بيرج مع بعضي. كما لدي حاجة اسمها ايه؟ دي كومنتي. كما لدي حاجة اسمها ايه؟ دي كومنت واحد الوي مستند. طيب عضو لازم تعرف ان انت لازم تحدد حرف ثم تحدد كلمة ثم تحدد سطر ثم تحدد فقرة ثم الصبح ثم مستعند كله طيب وقبل ما تروح تحدد لازم تعرف ازاي مؤشر الكتابة بيكتبه او ما بيكتبش اواقف فين يبقى كده مؤشر الكتابة اواقف فين قال لك واقف شمال طيب عايز اجيبه مين طيب انا من اعلى متين دول طيب وفي اختصار في الكيبورد قال لك اه اختصاره قال لك كنترول شفت شمال ينقل المؤشر شماله وخلي عينك هنا برضو معايا وهقول له كنترول شفت يمين بص اهو نقلولي هن غير ما دو بص طيب مثل ذا يبقى كنترول شفت شمال كنترول شفت يمين بينقل اتجاه مؤشر الكتاب طيب واحد قولي يا عمو ما الالت شفت بيعمل ايه لا قلت شفت بيغير اللغة يبقى داني كنترول شفت تغيير مؤشر اتجاه الكتاب اما قلت شفت تغيير لغة الكتاب هتقول لي برضو مش فاهم اقول لك بالراح انا دلوقتي هكتب انا واقف يمين صح وهكتب ايه وهكتب عربي اهو مسلا عايز اقول له بسم الله وعلشان حضرت الكلام صغير وانا يبين معاكم هقول له كنترول ايه وانا اخده بعد كده ليسليك تقول وعايز اكبر الخط كنترول ده اللي خلس بقى على كنترول واكتب له ده بالشكل ده كده قديني كبرت الخطة هون طيب ركز معايا بقى هروح اقول له ايه قال لك حدودك انت روحت كتبت صح طيب قال لك تماء وبعدين المفوض انت كتبت دلوقتي ايه عربي مليمي صح طيب هقول له انتر واقول له كنترول شفت شمال يوم اشر الكتاب ايه فين شمال وهيكتب ايه تخيل كده لو كتب الرحمن مثلا يبقى حضرتك بكتب عربي من الشمال بكتب عربي من اين من الشمال طيب وقعين فاكتب انجليزي من يمين قال لك اه هقول له كنترول شفت يمين بعد كده هتقول له قلت شفت شمال او تفتح ال ايه قر اللي تحت وصر انجليزي وجرب تكتب كده الله مسلا يبقى حضرتك هنا ولك ممكن اصغر ده بس عشان يبان معنا تمام يا ستزا طيب يبقى كده بكتب انجليزي من يمين ميلي مي ومين فاكتب عربي من يمين مش شمال طيب اللي مسؤول عن ده كله ايه قال لك احدد الكلام ده كله وقول له دليت ركز معي عايز حضرتك ان المؤشر الموس هادوس على العلامة دي او العلامة دي او كنترول شفت في الكيبورد شمال او يمي طيب الحاجات التانية عايز اكبر الخط دلوقت عشان يبان معي اتفقنا كنترول ده الحاجات التالتة عايز اغير اللغة قال لك هفتح ال ايه ان اللي تحت وخليها ايه اقر الحاجات الرابعة قال لك هروح استدعي نص جاهز تاني هروح استدعي نص جاهز وابدأ اطبع عليه لا ابدأ احدده الاول عمل حاجة اسمه سيليكشن وبعد ما اعمل سيليكشن ابدأ بقى اطبع عليه اللي انت عايزه كله طيب عشان اجيب نص جاهز هتعمل ايه قال لك هتكتب وراي الكود ده بس لازم ابقى بكتب انجليز الاول فاقول له كنترول شفت شمال قلت شفت شمال عشان يغير اتجاه الموس ويجيب لك شمال ثم يجيب لك اللغة انجليزية فاقول له ايه اقول له الكود ده هتحفظه معايا يساوي راند وهفتح كوس وقول له عشرين كومة اللي هي حرف الواو عشرين وقف الكوس اللي هي شفت سفر وما فيت مسافات وقول له سمول واقول له انتر هيروح جاب لي ملف من السيستم بتاعك هتشوفه ما يخلص عدده ويوصل لكام هلك وصل لتلتمية خمسة وتمانين تاني وصل لكام تلتمية خمسة وتمانين طب ليه هلك يمكن عشر خط كبير طب تعال انصغر الخط هنخليه مثلا تمنتاش بوصل تلتمية خمسة وتمانين تاني يا ستزة انا كده عندي كام تلتمية خمسة وتمانين قال لك هقول له كنترول ايه وراح هفتح الخط هفتح الحجم وهقول له تمنتاشر مسلا مفروض ده عندك هتلاقي تدريجيا الصفحات قلت ايه زي ما اتفقنا وبقت واحد وثلاثين من تلتمية بقت كام واحد وثلاثين طب انت واقف هنا واقف الصفحة الاخيرة عايز اطلع لصفحة الاولى واحد يقول لك يا عما ناخد السترول البر واطلع به هتزحلى الى فوق لك لا في اختصار في مهم كنترول هوم يبقى كنترول هوم الزهاب الى اعلى المستند او الاول صفحة طب كنترول اند الزهاب لاخر المستند واحد يقول لك انت عرفت منين لك بص على شريط bill number one الاولى من المستند العدد صفحة cum واحد وثلاثين طب ان اقول له كنترول هوم هيقول لك bitj 1 اف واحد وثلاثين يعني ايه الكلام ده قال لك حضرت يعني انت واقف الصفحة الاولى من المستند العدد ورقته cum واحد وثلاثين وهكذا طب ان اقول له كنترول bitj dawn يبقى انا كده واقف الصفحة رقم اثنين من المستند واحد وثلاثين. طب بتجي دا وين تاني. وتالت ورابع وهكذا. مثلا انت واي في الصفحة رقم. ستة مسلا. طب عايز اطلع لفوق. كله بتجي اب. بتجي اب. وهكذا. هتلاقيك بتطلع صفحة الفوق وتنزل صفحة التحت. بالمختصر. يبقى عايز اغير اتجاه مؤشر الكتابة. كنترول شيفت. عايز اغير لغة الكتابة. قلت شيفت. قل لك كمان عايز حضرتك. تطلع لأول صفحة. في المستند بتاعك. كنترول هو. عايز تروح لآخر صفحة. كنترول ان. عايز كمان تروح تطلع صفحة الفوق. هقول له كنترول بتجي دا. عايز تنزل صفحة التحت. كنترول بتجاب. وكذا. تمام يا سادزة. طيب. الملف ان اجيبته ده ملف جاهز. ما لكش علاقة به. انت بس هنطبع لشوية التنسيقات. فان عايز اطلع لصفحة الاولى تاني. هقول له كنترول هوم. طيب. الماوش واقف هنا صح? طيب. عايز احدد دلوقتي حرف. عايز احدد كلمة. ثم سطرة او جملة. ثم فقرة. ثم الملف وكل. ازاي بقى? هتقف شايف المؤشر ده. هقف قبل الاو. وقول له كليك شمال واسحب. سحبها بسيطة كده. هتلاقي حدد لك الاو. فانا كده. محدد حرف او لطر. محدد ايه? حرف او لطر. طف في طريقة تاني. اه. قبل ايه هقول له شفت وساهم يمين. تاني. هقول له شفت وساهم يمين. يبدأ يحدد لحرف برضو. طيب. الحاجة التاني. عايز احدد كلمة. طف كليكين شمال على اي كلمة تلاقي تحددت. تاني كليكين شمال على اي كلمة تلاقي تحددت. طيب الحاجة التالت. عايز احدد سطر. وانت واقف اول السطر. شفت وساهمل تحت. زي كده. يبقى شفت والاربع اسهم بتاعدك بتاعد تجاهد. شفت وساهمل تحت. هيعمل ايه حضرتك? زي ما تشوف كده حددت لك سطر واحد. طب عايز احدد فقرة. تلاتة كليك شمال وارا بعض. هتقول لي يا عمي ده محدد الملف في كله? او لك لا. ننتظر بس كده حضرتك اهو ومنشوف. اهو. هتلاقي عند حضرتك هنا ان الفقرة بس الاولى. واخدى صفحة وكسر. تمام? يبقى اصلاقي الصفحة الاولى اهيه? واخدى صفحة وكام وكسر. هل المفروض ان كده صح? قالك لا. يبقى انت كده عشان احدد فقرة. تلاتة كليك شمال وارا بعض. يحدد لك الفقرة من المرة الاولى. طب الحاجة التانية ببعننا في حصادة. السبب تاني. تاني يا سادس. يبقى زي ما اتفقنا. انا عايز احدد فقرة. تلو ثلاثة كليك شمال وارا بعض. اجاب بص. هلاقي ايه? هلاقي ان الفقرة ممكن تعدى صفحة او صفحة ايه? او ممكن تبقى سطر او ممكن تبقى كلمة. يبقى بشكل ده. دي اخر الفقرة اين? واحد يقول لي عرفت مني دي اخر الفقرة. هلاك هتلاقي عندك حاجة اسمها دوت. شايفت دوت دي? وفي مسافة وبعدها انتر. وبدأ الكلام من سطر جديد. طيب. المفروض حددك ده وقت انك عرفت زي اتحدد فقرة. يبقى تلاتة كليك شمال ايه? وارا بعض. يبقى الحاجة التانية يا سادس. عايز احدد المستند كله. قال لك اقول له كنترول ايه? او قيمة هوم. اخير حاجة فيها سيليكت وهاختار سيليكت اول. تمام كده يا سادسة? طيب. يبقى انا كده حددت حرف. حددت جلمة. حددت جملة اوسط. حددت فقرة. حددت المستند كله. طيب. قال لك عايز اعمالي دلوقتي? قال لك عايز اطلع على اول صفحة. اول صفحة. اقول له كنترول هوم. وركز معي بقى في اللي هنعمله. عايز احدد الكلام كله. قال لك كنترول ايه? واروح. منتها البساطة. لو عايز اصغر الخط وانت وانت محدده. يبقى انا كده محدد الكلام. انا كده محدد ايه? الكلام. عايز اصغر الخط. قال لك بتفتح حضرتك المربع ده وبتكتب الرقم اللي انت عايزه. هنا. الحاجة التانية. قال لك لو عايز اقبر الخط زيان طريقة تاني. شايف اتنين ايه اللي جنب ببعض دول? قال لك لو دوست على ده. هتلاقي داي بيكبر معك. ولو دوست على ده. هتلاقي ده. وهكذا. طيب. يبقى انت كده اخدت معايا. في قائمتهم. وهدول لك يا مان طب انا اخدهم بترتيب احسن. اقول لك يلا بين. اول حاجة عندك دي اسمها قط. يعني ليه كليكي من قط. ودي اسمها بيست. كوبي او قبي. ودي اسمها بيست. ودي اسمها الفورمات. الفورشة اللي بتحب تنظف بعد بيها انت اي حاجة. طيب. انا عايز اعمل ايه هنا? عايز ابدأ حضرتك اخلص من الجو ده. فانا انا هعمل ايه? قال لك منطقة البساطة. هتروح ادريتك بكل سلاسة. من غير اي طب اطر خالص. هتعمل ايه? قال لك وانت محدد. طب تعال نفوق التحديد كليكي شماء. شايف كلمة دي? زي مش عارف مين كده وكزا لحد هنا. طيب. شايف دولة عايز اخدهم قط وحطوهم بعد الكومة دي. فانا هروح ادوس على المص. او كليكي مين على جزء التحديد واقول له قط. طيب. طيب. فانا هروح اقول له ايه? قال لك هتروح هتختار. اه بعد ما الجملة اشتالت. قال لك هروح هنا اوه هفوق. اقول له كليكي مين بيست او اقول له بيست على طول زي ما انت حضراتكم عايزي. طيب. يبقى كده عارفنا حضراتك الغرض في سرق الحقيقية تاني. يبقى تاني يا ستزة. يبقى كده انت حضراتك عارفت معايا ازاي تنقل فقرة او سطر من المكان لمكان عن طريقة او بيست. تبقى تقول لك يا عم لا انت شايف موضوع الهوم تاب ده. عايزة اروح ااخده قابي. واروح اف بعد. واروح اقول له بيست عادية خلاص. وهكزا. تبقى كده يا ستزة. طيب. يبقى تاني يا ستزة تانى عشان نلخص الدنيا. حضراتك او. هاجي على احددها. اهو كده بالشكل ده. ولو رح تقول له دي. بص ده يقولك ايه قابي. اللي هي كليكي مين قابي براحتك. عادي الناس باستخدامها مين وفي الناس باستخدامها من كليكي مين. دست عليها كده دخلت قابي. عايزة حطها فين مسلا. لك عايزة حطها. هنا. هاف واقول له كليكي مين بيست او. تروح ترايح نفسك وتقول له بيست على طب. طيب. الحاجات تانية. يبقى كده عرفت ازاي بص ادي انسرت تابع ايه. والي انسرت تابع ايه. بالشكل ده. يبقى خدت ازاي نقيلها قط. خدت ازاي نعمل لها قابي. وبيست. طيب واحد يقول لك ايه. شايف قون دي. احددها. اثنين كليكي شمال. هروح اخد بقى الجزء اللي جانبية ونرجع للفرشة دي تاني كمان شوية لان اعلى سؤال في الامتحال. قال لك هدوس على البي دي. لو قفت عليها من غير ما دوس. هيقول لك بولد. لو دوست عليها تلاقي الخط تقل زي ما انت شايف كده. ومش هتحصل الا لما تحدد. فلازم اعمل سليكشن الاول زي ما قولت لكم. طيب. اللي جانبية دي اي. قال لك بالمناسبة شايف البي دي. لو قفت عليها من غير ما دوس. يصال لك بولد. اللي اختصارها كنترول بي دي. بي خفيفة. الحاجات التانية شايف الاي دي. لو دوست عليها. اختصارها اي تلك او يجي على خط مائل. هي كنترول اي. هتلاقي um malet. يعني اخوتها. الحاجات التانية شايف اليو دي. لما دوس عليها. يحط خط تحت ال امن. مش بس كده. انت لو فتحت الساهمة تقدر تختار الخط اللي انت عايزه. الحاجات التانية لو فتحت الساهمة. هتلاقي حضرتك اخر حاجة underline color. وتروح تختار المود. وروح تختار اللون المناسب لي. قولي اكون لون الموف مثلا. هتلاقي الخط هنا تحت اوه مالو متلون بلون مور يبه حلو ده كده روحت عملت الخط سميك او تقيل وعملت له مائل وعندره underline طيب والunderline ليه color قالك في عندك حاجة اسمه ABC دي بتحط كلمة بتحط شرطة في نص الكلمة حط شرطة في اين في نص الكلمة طيب عندك حاجة اسمه Exitoo وعندك حاجة اسمه Exitoo ايه دي و ايه دي الكومنتهة البساطة دي هناخدها بإذن الله حاجة اسمها لو يفتع مجرم يدوه SubScript ودي اسمها SuperScript وهناخدها حالا انا عايزة انزل هنا اهو اقول له Enter واطلع فوق اعزة مواشر مين واروح اقلب له اللغة Alt Shift او من تحت وابدأ اقول له حضرتك الى ايدي اقبر له الخط شوية واركز معي في اللي اقول له scene اتنين مسافة زائد مسافة صاد اتنين مسافة بيساوي مسافة 25 تحتها هقلب الموس الجنب التاني واقول له واقلب اللغة انجليزي H 2 مسافة زائد مسافة O 2 مسافة وكزا يا ستزا واقول له H 2 O بالشكل ده مفوض ان انا عايزة نساء الارقام دي او القس او المعادة بتاع الكامية او الرياضة او كزا فالمفروض ان انا هعمل ايه قال لك المفروض حضرتك ان انت هتروح تقول له ايه قال لك اروح اقول له اللي اتنين دي احدد او واروح حضرتك شايف اللي دي لا تعالين انا اخذي اللي فول او او هحدد الاتنين نفسها دي بالشكل ده واروح اقول له على القس بتاع الساب سوبر اسكرابت السوبر اسكرابت بيعمل ايه؟ قال لك بيرفع لك القس الفول هدوس عليه كليك شمال اوه واحدد دي واروح ادوس عليها تاني كليك شمال بالشكل ده طيب تعال معي على الاتشي تو دي معلقة الكيمية هدوس عليها واقول له ايه؟ الساب سكرابت المرة دي اوه وهكز هروح ااخد الاتنين الباقي واروح اقول له ساب سكرابت وهروح هنا حضرتك اقول له برضو بنفس النظام طيب بعرفت كده ازاي تكتب معالة رياضة وزاي تكتب معالة ايه؟ كمية والمناسبة انت موكت راح تقول له انسيرت شيبس لما نجي ناخد انسيرت بإذن الله هتلاقي عندك حاجة هنا تحت اسمها اهو هدي يعني دي حرارة يعني وكمان ايه؟ في نفس مكانها تمام كده سادزة؟ طيب بعرفتنا حضرتك ازاي انزل القس ورفع القس وازاي اعمل معادلة كيميائية بسيطة تمام كده سادزة بعرفتنا ازاي نضيف راجل او مضيف المعادلة دي ونعمل المعادلة اصلا للكيميائة طيب الحاجة التانية ايه؟ نفوق انت خدت البي والاي واليو والاي بي سي والكسهات هالك احدد الكلام كله وهبقى انقل معاكم وتابع معاكم خطوة بخطوة زي ما نشوف دلوقتي بنستكمل بنستكمل مع بعض الشرح بتاعنا في الجروب الاول او في قيمتهم في الجزء الخاص بفوند اخدنا من شوية البي والاي واليو والاي واليو والاي بي سي والاكسي والاكسي تو والاكسي تو قالك في عندك حاجة اسمها الايه دي اروح محدد الكلام بتاع او ان تاني بالشكل ده واروح افتح ديه قالك دي خاصة بالستيلات بتاع الفوند استيلات بتاعت الايه؟ الفوند او حاجة بيسموها بالشكل ده يا ستزا قالك اقبر الزوم شوية او اقبر الخط عشان تبقى معاكم او لو فتحت الايه تاني دي حتى لو وفت على اسمها تاكسي افكت تأثيرات النص بدي بخاصة بالتأثير او استيلات جاهزة على الكلمة لو انت حبيت تستخدمها في شغلك العادي لكن في الامتحان ما بيسألش فيها انا عشان ارجع في كلامي وارجع الكلام بنفس حجمه قالك الشريط اللي فوق ده اسمه اسمه تايتل بار في ايه عندك؟ في السهم زي حفظ او كنترول اس او عندك الاندو والريدو الفراميل الاتنين قالك الاندو لو افتع عليها يقولك كنترول زاد لو دست عليه برجع خطوة الورا بيتراجع عن اخر خطوة طب مرة تاني اخر خطوة مرة تاني خطوة لا بليها وهكذا 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 لحد حضرتك مايرجع لك او ان للوضع اللي كان عليه اما لو دوس على السهم العكسه بيطلع الخطوة القدام نفس النمطة اوه لحد ما يخليه لك انا واحدة بتمشي الورا واحدة بتمشي القدام فانا هدوس على الاندو او كنترول زاد من الكبور ده براحتك لحد ما رجع لي اون زي ما هي طيب واخدنا كده ال اكس بتاع تيكست افكت عندك بعديها الاي بي الالم ده الالم ده بيعمل ايه لك الالم ده حضرتك بيدي لون لارضية الكلمة تاني بيدي لون لارضية الايه الكلمة طيب اروح محددة تاني وهافتح الالم ده لو لطوله نوكلر بيشيل اللون بتاع ارضية الكلمة يبقى انا محدد الكلمة او مش شرط الكلمة الحاجة اللي انت محدده واحد يقولك يا اعم طيب انا هروح احددله لحد الدوت دي واروح افتح الالم وادله لو هقولك اللون التاخد لارضية الكلام اللي انت محدده تمام كده طيب واحد يقولك يا اعم انا هروح محدد برضو الكلام اوه هروح محدد مسلا الكلام اللي بعديه وليكن لحد تاب مسلا وروح اديله لونتين ينفع قال لك اه مفيش مشكلة وليكن مسلا اللون عشان يبقى واضح معانا اللون ده يبقى كل حاجة انت محددة ممكن تديها اللون عادي جدا مفيش اي مشكلة فيها لو راح اقول لك عام لا نازل لانت دي كلها احددهم كلهم اهو وادوس على الالم واقول له نو كلا اشيلك اللون هرجعت انا احدد ان هروح حضرتك فتح الالم اللي قبلها دي او ال ايه بي دي كان اسمها ايه اسمها تيكست هاية لايت كالر تاني اسمها تيكست هاية لايت كالر يعني بيعمل لون لارضية الكلم طيب ايه دي اسمها ايه فونت كالر بتعمل ايه فونت كالر قال لك افتح السم واختر ايه لون بيلون لون الكلام نفسه يعني الفونت كالر يبقى تاني لون الكلام نفسه بيتلون اما اللي قبلها دي الهاي لايت كالر ده بيلون لون ارضية الكلاء يبقى عارفنا كده ايه الفرق بين ال ايه بي الالم ده اللي بيلون لون ارضية الكلاء والألم الـ A دي لو protege당 المايخ اسئلة الامتحان بيجيلك على الي ايه قالك بيجيلك على الـ B خلي الكلام ويجيلك على اي تلعك ويجيلك على الـ يقولك خلي الكلام يجيلك لاحبك للكلمة يجيلك على الـ ويجيلك على理 وبيجي لك على الستايل لا بيجي لك على الفونت ستايل يعني ستايل الخط قال لك افتحها مش فاهم برضو طيب قال لك عشان تبان معاك هروح احدد الحد مثلا لحد بلوكس مثلا كده وهفتح السام السغنان ده قال لك روح تحددت الكلام تاني يبقى روح احددت من اول ان لحد بلوكس مثلا هديني حددت الكلام بعد كده عندك هروح تفتح السام ده هتلاقي ستايلات كتيرة قال لك ركز معي قال لك لو عندك الكلام بالانجليزي يوضع يطبق عن انجليزي بس اما لو عندك في هاجه اسمها بالعربي جنبي ابجادوت يوضع يطبق بالعربي طب إما مايهن الكلام بتاعنا انجليزي تروح نختر الشكل ده كده مثلا هجيلك بالشكل من غير ما دوس حتى مجرد ما بدفع عليه بيظهر لك بالشكل ده مثلا بالشكل ده وكذا كلها دي استيالات للخط ايه اغلب الاستيالات اللي بي مهمة في الامتحان حاجة اسمها time new roman بيطلبها منك عندي حاجة اسمها الاريال بلوك تنزل كده بسه الاريال بلوك وكذا اي ستايل بيطلبه منك بتروح حدريتك تنزل تدور عليه ويبقى كل اسم متسمي به ويجيب لك طبعا من الحاجات المشهور يبقى دي خاصة بستايل الكلام نفسه خاصة بستايل مين الكلام نفسه قال لك هنروح اختل له اي ستايل ما فيش اي مشكلة يبقى كده حضرتك عرفت ازاي غير الستايل بتاع الكلام او الفونت بتاع الكلام طيب عندك المربع الجنبيه خاص بحجم الخط او انت عايز تقبر او تصغر حجم الخط وقال لك اكبر رقم منه كام 72 واحد يقول لك وفيه بعد 72 قال لك اه فيه طبعا شايف الايه الجنبيه هدي اللي هي اختصار control ده قال لك لو دوست عليها كده هو بيقبر الخط بعد 72 لما بدوس هنا المربع ده بيزيد معك هون يبقى دي خاصة ان الكلام تكبره بعد اقصى حاجة لك طب الايه الصغرونة الجنبيه قال لك دي بتصغر كبص ركز في المربع ده الايه دي بتصغر ايه الكلام اهو زي ما انت عايز طب واحد يقول لك هو اصغر حاجة عندك هنا كام تمانية صح طب وفيه قال لي من تمانية قال لك ايه اه فيه لحد ما يجيب لك الواحد يبقى دي حضرتك بتأثر على المربع بتاع النص تستخدم دي في اللي بتاعنا ما فيش مشكلة تفتح السم وتستخدم دي ما فيش مشكلة لك انا أخليها زي ما هي كان 18 الحاجة التانية وكذا انت تعرفت حضرتك ان البي بتقل الخط والاي بتخلي الخط ماي واليو بتخلي تحت الخط تحت الكلام خط والي هي بتحط الخط في نفس الكلن ودي بترفع الكلام لتحت ودي بترفع الكلام لفوق ودي بتاع تيكستك افكت ودي بتاع تيكست ودي بتاع الفونت� كالر او تيكستAKالر ودي بتاع الفونت صايز ودي بتاع الفونت آآ ستايل او بتاع الخط او ستايل الخط طيب الايه دي بتاع برضو الصايز بس بتكبر الخط وهي هي ستتف Praise play من الكيبورد ودي من الكيبورد حلق عندك حاجة تانية سؤال مهم بيجي في الإمتحان الاثنين ايه لجنب بعض دو حاجة اسمها change case او الكيس بتاعتك حالة الحروف ايه قالك افتحها ونبص عليها اول حاجة sentence case بيخيلك اول حرف بس capital والباقي كله small واخر الجملة dot تاني حاجة الاول case كل الحروف small وما فيش dot في اخر الجملة تالت حاجة upper case وبيطلبها دايما منك في الامتحان بيخلي كل الحروف capital رابع حاجة capitalize H word وده اللغة المعترف بها رسميا اللي هي اول حرف في اول كل كلمة capital اخر حاجة اول حرف في اول كل كلمة small والباقي كله capital نفس النظام كده طيب مش فاهم برضو قالك اش انت محدد لازم اكون محدد الحاجة التانية لازم يكون الكلام عندك انجليزي عشان الكلام ده بتطبع الانجليزي بس اما لو عربي مش هيتطبع معاك قالك الكلام اللي انت محدده ده هروح اقول له upper case مثلا بص خلى لك حروف الكلام اللي انت محدده بس كله capital طب انا افتح الكيس تاني واخترها lower case كل الكلام small حتى اول حروف في كل كلمة طب انا افتح دي مثلا واخليها capital ice اول حرف في اول كل كلمة capital طب انا افتح دي مثلا واخليها طاجئ بص اول حرف في اول كل كلمة small وكل capital وهيكيحط لك خطوط حمره كتير ان معنا الكلام ده كده غلط سواء كان grammar او كتابة او تنسيق فانا افتحه واخليها مثلا lower case هيخلي لك كل حروف small وهكذا طب sentence case هيخلي لك بس اول حرف في الجملة عندك او في الفقرة هو اللي capital يبقى بيطلب منك في الامتحان السنتسكيس بتيجي منين يركز من قائمةهم الاثنين الجن ببعض وبالمناسبة الحاجات دي او الاسئلة دي ممكن يطلبها منك في الباوربوينت برضو عادي لان اصلا الباوربوينت ما هو الا وورد زائد شوية دي ضفات بسيطة جدا يبقى التنسيق او الشرح ده هو هو اياه موجود في الورد بنفس النظام طب انا اروح اخليها مثلا capitalize itch word مثلا ونثبت على كده طيب قال لك عندك الاستيكة اللي بعدية اخر حاجة معنا في القائمة دي الاستيكة الاستيكة اللي بتعمل بتشيل اي تنسيق انت عامله مش فاهم قال لك انا راح ادوس عليها بص رجعت لك الكلام زي الاول عملت لك clear للتنسيق بتاعي مسح للتنسيق بتاعي طب لو دست على السهم ده يرجع لك اليه يو تاني شايف حضرتك لو دست على الاستيكة دي بتشيل لك التنسيق بتقول لي مش فاهم ولكن انا جيت على من حد ده كده واقول له الاستيكة دي بص بتشيل لك اي تنسيق انت عامله بتشيل لك اي تنسيق انت اي عامله اما لو دست على دي بترجع لك التنسيق دست على دي بترجع لك التنسيق وهكذا اهو يبقى حضرتك الاستيكة دي فايديتها ايه clear ممكن يطلبها منك في الامتحان رو اعمل clear all formatting of the text عايز يشيل كل التنسيقات بتاع البراغراف ده ممكن ضمن النمازج هتروح محدد له البراغراف اللي عايزه وتروح تدسله على الاستيكة اللي هي clear دي وتروح اددك شايل لك التنسيق كلها فركز لان دي من ضمن الحاجات اللي مش موجودة شرحا كتير على يوتيوب واغلب الناس بينسوها وبيتجاهلوها وهو مهمة جدا معاك سواء في استخدامك العمل او سواء لو جات في نمازج الامتحان يبقى clear دي بتعمل ايه بتمسح كل التنسيقات طيب انا هرجع تنسيقاتي تاني حاجات تانية يبقى كده خلصت المجموعة بتاع فمطط الاسئلة بتجيلك ازاي بيقولك اروح يعمل النص كذا او 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 اي تاليك او اندر لاين او الاي بي سي او الاكس والاكس او الحجم الخط او الفوند او باكجراوند او الستايل او سينتس كيس او اعمل كده سادزة وكده اخلصنا الجوز الاول من مجموعة ايه فوند هنخش حالا عن الجوزء التاني الخاص في مجموعة باراغراف ركز معايا فيه ها لك بنستكمل مع بعضهم دلوقتي الجوزء الخاص بقيم البراجراف ها لك برااغراف فيها ايه عشان تبقى فاهمها ها لك اول حاجة عندك الجوزء الخاص بتzar من الى امتحانه وilians اي Bernadji الجوزء الخاص بالضبط الشخص بل او المحاذاة الجوزء الخاص بال الجوزء الخاص بال الشاتنج الظل او الارضيه الجوزء الخاص بالبردر الجوزء الخاص بالبلوت والترقيم الجوزء الخاص بالرتيبة desperate صعودي وعلامة نهاية الفقرات ودي كل اسئلة امتحانات بالمناسبة ومهمة جدا من مجموعة بتاع باراغراف وبتيجي منين تاني قال لك بتجي من بتجي ليه قوت السهم الصغنة اللي تحت في باراغراف ده شايف السهم ده لدوست عليه هيجيب لك القايمة دي اهيه قال لك اقفلها وارحول قايمتهم وادوس على السهم الصغنة اللي تحت باراغراف هجيب لك نفس القايمة وده بإذن الله نشرها حالا بالتفصيل طيب قال لك عشان حضرتك اعرف اعمل الموضوع ده قال لك اول حاجة حضرتك هاجي عند بعد انزاء انسيرت تاب هاجيقف بعضيها كده وقول له انتر وتقول له ايه انتر تمام طيب هاجي حدد كلام ده بالمناسبة اول ما تقول له انتر انتر بالمناسبة اسمها فاصل فقرات انتر بالمناسبة اسمها فاصل ايه فقرات يعني حضرتك بيجي في الامتحان يقول لك الفقراتين دول فقرة عايز اعملها اسمها الفقراتين اسم لتو الى تو باراغراف عايز اعملها الفقراتين هتعمل ايه هتروح طقف عند الكلمة لطالبة وتيجي طقف اي مكان في الفقرة تقول له انتر تعرف حضرتك ان دي بداية فقرة ودي بداية فقرة تقول لي ايه الدليل وقول لك لو احنا خدنا زي حدد فقرة ثلاثة كليك شماء صح طيب يبقى كده السطر ده اصبح فقرة طيب لو جيت تحت اختلت له 3 كليك شمال هيحددك كل معادة الاول طيب هقول له كنترول زاد كنترول زاد تعال نعيد تاني اتفاقت اختلت له 3 كليك شمال يبقى كده دي فقرة طيب هيجي حضرتك على قبله ازاي اقول له انتر اجي احدد السطر الاول او 3 كليك شمال او احدد الفقرة كلها هيحددك السطر الاول بس ليه لان انتر قالك من بعد انت مدست كل اللي قابليك فقرة وكل اللي بعديك فقرة طب مش مساد هقول لك يا عم تعالى عارفزة جالرز دي هقف بعدي اهو هقف بعدي اهو قابليها وهقول له انتر هيعمل ايه دي فقرة الوحدة ودي فقرة الوحدة وكل اللي على بعض دول اهو فقرة يبقى انتر اسمها فاصل فقرات طيب هتقول لي يا عم امال لو انا حبيت انزل سطر في نفس الفقرة هقول له shift enter اهو shift enter تقول لي ايه الدليل مش ممكن ايطبق انتر وهقول لي يا عم طبا ما هي عادي انا ممكن اقف هنا اقول له انتر ما هو نفس المسافة نفس المسافة هقول له لا لو دوس تلتك اكليك شمال هنا بص بص اللي حصل خدلك المسافة اللي انت عملتها من ضمن نفس الفقرة اللي انت واقف فيها عكس هنا اللي هنا لو جيت دوس تلتك اكليك شمال هتضلت السطر ده بس لان انتر هنا عملها كأنها فقرة مستقلة اما حضرتك لو جيت وفت هنا مثلا ويقول له shift enter ويقول له shift enter ويقول له 3 click شمال بص يعمل ايه هيخد المسافتين دول والمسافتين دول مع الفقرة كلها يبقى shift enter ينزل سطر جوى نفس الفقرة والمسافتين سؤال امتحان فبيجي في ضمن النمازج المختلفة في الامتحان بيقول لك ايه هدلت دي هقول له delete وهقول له هنا delete وهقول له هنا delete بيجي في الامتحان بيقول لحضرتك شايف دولة فقرتين عايز اخليهم single او same paragraph عايز اخليهم فقرة واحدة تعمل ايه هدجي تقف قبليها وتروح days back space كده خليهم لك فقرة واحدة ايه الدليل لو جيت حددت 3 click شمال يحدد لك معهم الفقرات اللي انت عملت لها دمج او بيعمل حاجة اسمها merge يبقى فيه merge للفقرات بيعمل ايه بيجي تقف قبلي الفقرة التانية هون وتروح تعال انا عايز اخلي كل ده فقرة واحدة تعمل ايه هقف هنا قبليها اقوله back space back space الفقرة على بعضها يبقى في الامتحان ممكن يقولك يعني قم بتقسيم او اعمل merge البراغراف فانا هقف قبلي تيه اهو وقول له enter يبقى انا كده عملت ايه اسمت المحتوى بتاعك لفقراتين طب لو عايز اعمل merge البراغراف الكنين البراغراف دول عايز يوم براغراف واحد هدوس ال back space السامي لفول enter هقف قبلي اخر او قبلي الحرف بتاع الفقرة التانية هقول له back space هيمسح لك المسافة بتاع البراغراف مروح ما حدث ثلاثة كليك شمال طب واحد يقول لك ايه انا اقف هنا قبلي التي وقول له enter وهقف قبلي الجي وهقول له enter وهقف قبلي الايتمز وقول له enter الله حضرتك انا كده عملت ان ده الواحده فقرة ودي فقرة ودي فقرة ودي فقرة ودي كل دول على بعض فقرة تعال معي بقى نزبط الموضوع ده الله حضرتك شايف دي احددها ثلاثة كليك شمال اللي بتحتاجها كتير في الامتحان لما يقول لك روح السليكت باراغراف او روح اعمل باراغراف واعمل اي حاجة عليه التلات علامات اللي جانبه بعض دول لو افتع لدي هيقول لك aligns zatext lift اقف عليها من غير ما دوس اللي اختصارها ctrl l هلك لو افتع اللي بعديها يقول لك aligns zatext center يخلي الكلام في النص اللي اختصارها ctrl e لو افتع اللي بعديها هيقول لك aligns zatext right اللي هو اعمل محازنة للنص يمين اللي هي ctrl r طب تعالوا نجربها هي كده شمال فلو دوست شمال مش تعمل حاجة قال لك انه دوس في النص هتلاقي الكلام جي في النص قال لك هدوس يمين هلقي الكلام جي في النص هرجعها اعتني شمال وهكذا يبقى دي خاصة بالمحازنة بتاع الكلام ويجع لها سؤال في الامتحان او سؤالين كمان وخصوصا كمان في الباور والورد طيب تعال على انا خلي دي في النص مثلا هحدد ازاي وخليها شمال واروح محدد الجلاري دي مثلا وخليها في النص او يمين وهكذا طيب يبقى خدت الثلاثة علامات دول بتاع المحازنة اختصارها من الكيبورد ايه على ctrl l ctrl r ctrl e ctrl e center ctrl r right ctrl l left لو هدو لك يا عم تعال معايا عايز احدد من اول هنا او عايز احدد الكلام كله هقوله ctrl a هحددك الكلام كله كل حاجة في المستعد الاسم اللي كتقول في عندك دي لو فتحت السهم ده اسمه justify اختصارها ctrl j هتفتحولي او تدوسلي عليه وتختارلي اول واحدة هتختارلي اول واحدة اسمه justify بيعمل ايه بص عمل حاجة اسمها محازاة تقول لي مش فاهم هقول له ctrl z تاني شايف حضرتك بص معايا كده الكلام مش متنصق ومش ماشي مع بعض ومش منتيب نفس الحجم ونفس الوضع فهقول له ارتح السهم ده وقول له justify او دوسلي على justify على طول بص عمل كده ايه في كل المستند بتاعك عمل محازاة للكلام او زبط نهاية كل سطر مع السطر اللي تحتيه بالزبط بحيس حضرتك لو انت جيت جبت المسطرة وقطعت حرف الورقة يطلع لك الكلام متساوي يبقى justify بتعمل ايه بتعمل حاجة اسمها زبط او تنسيق لنهاية السطور او الحروف بتاعتك ويطلبها منك في الامتحان صراحة justify the paragraph justify the pages justify the text وكذا يبقى بتروح حضرتك على مجموعة او قيمة هوم بتختار مجموعة باراغراف مجموعة قيمة هوم بتختار مجموعة باراغراف وتختار لأول واحد طيب لو دست عجة justify بيرجع عليك ايه ولو ما دستش عليا حضرتك بيرجع عليك تاني واحدة بيخلها علاقة عادية واحدة بيرجع عليك تاني طيب الحاجة التانية عندك السهمين العكس بعض دول ده سؤال بيجي مهم معلوم في الامتحان جدا سؤال بيجي أليه مهم في الامتحان جدا جدا ويسؤالهم بقى قالك دي حاجة اسمها line او spacing between line تاني اسمها spacing between line يعني المسافة بين السطور هتقول لي مش فاهم هفتح حسة بتاعهم او click اشمال عليه دي اسمها single دي اسمها double دي اسمها وهكذا طيب وهيقول لك يا عام هعرف مين دي single او دي double او هكذا وبجي في الامتحان طيب انت عارف ان ال spacing between line اللي هي السهمين دو لا تقول لي لا مش فاهم ويقول لك طب تعال معي هتختار لي حاجة اسمها line spacing option اول ما هتختارها لي جاتلك القايمة دي طب هقفلها دلوقتي اجيب لنا القايمة دي تاني شايف السهم الصغنن اللي في قايمة هوم في مجموعة البراغراف سهم ده هدوس عليه هجيب لك نفس القايم طب ايه هي الطريقة التالتة هروح له ببتج ليه او ات واروح هدوس له على السهم الصغنن برضو اللي في قايمة البراغراف هنا click اشمال عليه هجيب لك نفس القايم فلك مطلق الحر انا اروح على قايمة هوم وبحب اجيبها انا من الهنة وهقول له line spacing option كل واحد والطريقة اللي يفتكر بيها او بيحب يحل بيها جاتل القايمة دي فاكر حضرتك الاربع حاجات اللي احنا عملناهم دلوقتي اللي هي كان اسمها الواحد او السنجل تعال قفل دي كده ثواني لما دست على السهمين دول لما دست على السهمين دول العكس بعض جاد لك جالك هنا الواحد والواحد وربع والواحد ونص والاثنين والاثنين ونص وتلاتة ايه اللي حصل بص كده ركز معي على اللي بيحصل مش دي حروف او دي النص اللي عندك لما اقول له مثلا ثلاثة هتلاقيه بعضلك بين الكلام والسطر والسطر اللي تحتيه والمناسبة المسافة دي مش مش enter لا دي حاجة اسمها spacing between line المسافة دي مش ايه مش enter طيب انا هدوس له على السهمين العكس بعض وهروح اختر له حضرتك line spacing option وهروح حضرتك افتح السهم بص line spacing جاهي اللي بقولك عليها هفتح السهم ده ادي السنجل اللي بيطلبه منك في الامتحان ادي واحد ومص line ادي الضابل ادي لاست اكستر اكتلي ملتبل line واحد كزا حسب ما يطلب منك في الامتحان بتخترها له يمكن اختره منين لو انت حضرتك عارف او حافز الترتيب تمام جدا دي اسمها single بتبقى معروفة طيب بتيجي اعرف منين دي single بص انا اخليه اهو واحد اخليتها واحد اهو في علام الصحي تحطيتي عليها انا خليها دوقتي ثلاثة واروح اقول له السهم الصغار اللي هنا تحت ده مسلا واروح افتح السهم ده وخلي لها single وقول له اوكي تعال لك كده افتح السهمة اللي يتعلم لك على واحد اتوماتيك اهو يبقى اعرف ان واحد دايما single تبقى كده طيب يبقى تاني يا سادزة عرفت حضرتك معايا ان السهمين العكس بعض دول خاصين بي المسافة بين السطور وعندك الواحد والواحد والربع والواحد ونص والاتنين والاتنين والتنين والتنين والتلاتة هي هي اللي هنا دول لو تقول له line spacing option وفتحت له حضرتك ال line spacing دي هيجيب لك هما هما هنا بس بالمستميات اللي بيطلبها منك في الامتحان فزي ما انت عايز دي بنفس الترتيب اللي بره بالمناسبة يعني حضرتك اول واحد كان عندك واحد صمتي اللي هي حاجة اسمها single تاني واحد الواحد ونص line هي عير واحد ونص ثلاث حاجات double فتبقى انت حافزهم بالترتيب اغلب حاجات في الامتحان بيطلب منك single والواحد ونص وال double دي اغلب حاجات طيب هقول له ايه اوكي على اي حاجة ومش هنختلف الحاجة التانية بيطلب منك هنا برضو بنفس القيمة دي هفتح السهم ده واقول له line طب بلاش نفك التحدي بتاع الكلام الاول واروح مثلا على الفقرة اللي اسمها ودي مسلا كده فقرة انا عايز اغف هنا اهو وقول له enter ونيجي نمسح دي مسلا كده بحيس ان انا او ممكن اقول لك الحاجة احنا ممكن اقول له كنترول زد كنترول زد لهكذا لحد ما اترجع لي الكلام زي ما هو عشان الناس ما اتتوش معانا وخصوص الناس اللي بتطبق معانا هرجع كنترول زد او زردوز كنترول زد الورا الورا كنترول زد وهكذا كنترول زد كنترول زد وحكذا كده رجع لي الكلام زي ما هو هديجي معاي على ايه بقى قالك هجي معايا على دي كومنتر شايف دي كومنتي دي قابل الواي بتاعي اليو اقول له enter يبقى يخلى لي دي كده فقرة لوحدى ايه دليل تلاتة كليك شمال دي اصبحت فقرة وثلاتة كليك شمال دي اصبحت ايه فقرة تمام كده طيب تعالا معايا بقى هجي احدى اددل الفقرة حشان هاددل الفقرة دي افنسي تقول لك ايه روح وتعال لا لان حتى نحدد الفقرة تلاتة كليك شمال على الفقرة وريح نفسك تمام طب هروح اقول له الساهمين دول او سام صغر لنا ده زي ما انت عايز بس هختر له ده وهروح اقول له بيجي يطلب منك ايه بقى بيجي يطلب منك سؤال على الجزء بتاع الانتنشن وهيتعاد معنا تاني في البيتجة ليه قوت وسؤال على الجزء بتاع الانتنشن المسافات او المسافة بين السطور يبقى الانتنشن دي خاصة بالهوامش او الحاجة اسمها المسافات البادئة بتعلمها ازاي سؤالها في الامتحان لما يقول لك انتنت او لما يقول لك سبيس لما يقول لك انتنت او انتنتشن للمسافات البادئة اعرف ان هي المسافة اللي برا بداية السطور اليمين والشمال طيب اما المسافة اللي اسمها سبيسن دي المسافة فوق وتحت اللي هي بين السطور طيب قال لك سؤال دلوقتي بيجي لك في الامتحان على الاسبايسنج. روح او ستة كزا ستة بوينت وهكزا حصل ما يطلب منك. طب هنا بيجي لك سؤالين في الامتحان. سؤال روح غير بفور خليه ستة او اتناشر والمنازل المعدل بتاعك هنا ستة. او سؤال او نفس السؤال برضو بس بتطلبه منك افطر. طب الفرامي بالاتنين. قالك لو كلام انجليزي. وقال لك بفور زا تكست او بيجين انجليزي يبقى عرف ان هي بفور. اما لو كلام عربي وقال لك افطر بتختاره افطر. اما افطر بتختاره افطر من الاسبايسنج الهن. طيب انا را اختاره اقول له اوكي. هتحس ان فيش فرق معك. طب تعال معايا تاني كده اقول له الساهمين. واروح اقول له. وخلينا مسلا نزود الافطر دي مسلا اربعة وعشرين واقول له اوكي. بص. في مسافة زادة عندك هنا ايه. لو انت لاحصتها. طيب تاني. ستشعر الساهمين العكس باع الساهم الصغان اللي هنا ده مسلا. واروح اخلي دي بضع اربعة وعشرين مسلا. اهو حتى بص هنا في شاشة اللي تحت دي بيتبن معك اصلا. بص لما بزود. بص. بص الكلامة ليه بيبعد. اهو. كلام بيبعد. طب انا اقول له اوكي دلوقتي. ركز عينك هنا معايا. اول ما اقول له اوكي. هتلاقي الكلام بعد. دي. شوفي دي. دي مش مسافة. دي مش انتر قصدي. دي مش انتر. دي مسافة بين السطور. بس. اه مش بين السطور كلها لا. ده بين البراغراف والبراغراف اللي تحتي. حسب ما يطلب منك ايه? في الامتحان. يبا حضرتك. هروح محدد له البراغراف بتاعي. تلاتة كليك شمال. واروح اقول له. ساهمين العكس بعض. واروح اقول له. وهكذا. طب واحد يقول لي عام. طب ما احنا كعرفنا. طب البي فور قالك بص ركزينا برضو. قالك لو هزود البي فور بص. الكلام بينزل عن اللي فويه. انا خليها مثلا خمسين. ركز معي هنا الفرق بين السطرين دول او ما اقول له كيه بص. هتلاقي الكلام بعد. يبقى باللسبيسنج لللاين بيبعد الكلام عن السطر اللي فوقيه والسطر اللي تحتيه. تمام كده? طيب واحد يقول لك يا عام. كده احنا عرفنا اللسبيسنج. يبقى اللسبيسنج ممكن يطلب فيها سؤال ايه? ايه سؤالين? يقول لحضرتك روح خليلي اللسبيسنج بفور او الافتر كزا او اللي اللسبيسنج اللي احنا اخدناه. دول السؤالين الخاصين باللسبيسنج ومهمين جدا في الامتحان. طيب السؤال التاني اللي معانا. يجي يقول لك ايه? الانتنشن بتاعك. عايز الانتنشن بتاعك البيفور والافتر. دي خاصة بالمسافات البادية وخدناها زمان وانت صغير لما كنت بتحلي الامتحان بتاعي الانجليزي. لو تفتكر بيقول لك كريتا براكراف. كنت بسيب له هنا في في المسافات الباديئة هنا كده او هنا شوية نقطة كده صغننة. يقول لك نصف سنتي وابدأ اكتب. طيب. فحتى لك عشان نعمل الموضوع ده. لازم اعرف. يعني الكلام نفسه انجليزي. لو تقول له بفور فهيبدأ لك من الشمال. او لفت. بيجي يلعب معك في الامتحان في المصطلحات. بيقول لك زالفت. فروم زالفت. يعني ايه في زالفت. وانت الكلام عندك انجليزي. يعني بفور. تمام. طيب انا عايز هنا الكلام يكون. للسطر الاول. بس. تاني. انا عايز الكلام يكون للسطر الاول بس. هو بيطلبها منك كده في الامتحان. طيب هتعمل ايه? قال لحضرتك هفتح السهم الصغنن ده. هو انت عايز تطبق الانتينشن على ايه? على الفرست لاين. تمام. وروح اختار الحجم او المسافة بتاعتك اللي انت عايزها كيام بالمناسبة. ببادي المسافة الافتراضية. وبيطلب منك في الامتحان في المسافات البادئة زي ما ناخد في قيمة بيتجي. ليه قوت? وهنا اعيدها تاني بالتفصيل. لانه يمكن يطلب منك بالانش. وانت تروح تلاقي الجهاز عندك بالسانتي. فانت لازم حضرتك تروح تغيرها زي ما شرحناه في الفيديو الاول للورد. تغيرها للانش. وبكها ترجع تاني تخليها للسانتي عشان السؤال اللي بعدية. طب انا هنا هاعمل ايه? تاني عشان الناس اللي تاهت مننا. هنروح تحددت الفقرة. قلت له السهم الصغير اللي هنا تحت ده. وجيت بعديها حضرتك رحت. قلت له انت عايس تطبع مسافات بادئة. ليه الانتينشن على ايه? على السطر الاول بس. هفتح السهم ده. واقول له فريست لاين. وبتكتب الرقم اللي طلبه منك. اول ما هقول له كي بوس. هتلاقي ان السطر الاول بس. اتعمل معك مسافة بادئة قدرها واحد وسبعة وشين من مية سنتي. تمكي يا ستزة? طيب. قال لك هدوس على السهم ده برضو. بيجي بقى ده سؤال التاني في الجزء بتاع الانتينشن. انا بيجي لك سؤالين فلانتينشن وسؤالين سؤالين الفلس بيسنج واحد على افتر او والتاني عن ده والطاني اللي هيا ايه? الله هو السينجل والاضب dia و هكذا. طيب السؤال الاولاني او سؤال التاني او الالت في الانتينشن بيجي لك على ايه? يجي لك على السطر الاول بس. عايز يخلي الفيرست لاين بتاعه وكذا. حسن بيطلب منك. طيب السؤال التاني بيقول لك بحكم لك روح خلي وخلي الافضل زي ما انت عايز يعني انا عايز مثلا ال before عايزه مثلا بص او حتى انت من غير ما تبص بص كده ركز معي اي اي شايف هنا تحت دي يعني النص بتاعك هناو قالك كل ما بزود هنا بتلاقي النص بتتحرك معاك هناك تحت بص او شايف on بتتغير معاك ايه انت عايزها بمقدار كام وهكذا انا خليها مثلا بمقدار ثلاثة صند واروح اقول له اكيه بص اقول ما اقول له اكيه هتلاقي ان الكلام كله بتاع الفقرة اتعمل له ازاحة بمقدار تلاتة سنتي زائد ان السطر الاول بس معمول له ازاحة بزيادة اللي هي الواحد وسبعة وشفين مية بتاع الحاجة الاولانية اللي هي line spacing اللي هي line first line تاني اقول له control z control z تاني اصادز هروح محدد له الفقرة تاكليك كشماء واروح اقول له تلاتك الكشماء واروح اقول له ايه الساهم الساهمين العكس بعض دول مسلا وقول له line spacing option طيب ركز معايا بقى تاني لو قال لحضرتك السؤال عايز علي spacing ايولاك انت عايزها before ولا افطر براحتك جدا دي انا بغيره طيب هقول له اوكي يبقى كده رجعت الكلام زي ما هو السؤال التاني بيطلب منك spacing between line بقى انت عارف ان دي single تمام مش عارف جيب line spacing option وبتروح تختار له حسا ما بيطلب منك single او 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 انا اختار له مسلا double واقول له اوكي بس ده هيطبع الكلام اللي انت محدده بس هيطبع الكلام اللي انت محدده بس الحاجات التانية هروح ادوسلو على السهم الصغير اللي هنا عاعد بقى اشوف الاسئلة او هنشوف دولت الاسئلة بتاع ال intention بيجيلك سؤالين في ال intention ايه هما عايز للسطر الاول فقط مسافات بديئة واعمل له ازاحة هتفتح السهم ده وتقول لي first line وتختار الرقم اللي انت عايزه بص ركز معايا على السهم او الشاشة العرض اللي ده تسمى review اللي هي ال on اول ما تفتح واقول له first line هتلاقي on بس اللي اتغيرت او ما هقول له اوكي بص قلني بس اتغيرت مسافة واحد و 27 مية طب وانت محدد برضو هدوس على السهم الصغير البتاحت بتاع باراجراف ده وهروح اقول له يا عاما عايزك تعمل لي مسافات بديئة وازاحة لكل السطور بتاع الفقرة اللي هي left بمقدار كام هقول له بمقدار واحد صمتي هقول له اوكي تركز معايا هنا كده هقول له اوكي بص هتلاقي ان فيه واحد صمتي اتاخذ من عند الكل لكن ده كان فيه واحد و 27 مية صمتي في الاول قبل ما نروح نختار ال واحد صمتي تمام كده نرفنا قصة ال intention سؤال مهم وبيجي في الامتحان لازم اول حاجة اعرف الملف اللي انا واقف عليه اسمه ايه تاني حاجة اروح محدد له الفقرة لطالبها تالت حاجة عايز اعرف هو عايز السطر الاول ولا عايز الفقرة كلها وهكذا تمام يا سادزة ده الجزء المهم في ال intention الحاجة التانية سؤال مهم برضو في الجزء ده عشان نخلص منه حاجة اسمها التاب بيقولك روح حدد الفقرة دي مسلا تلت كليك شمال حددت الفقرة عايز يعمل لها تاب وايه هو التاب هو انا هشرحولك الاول وبعد كده هقولك اقصر طيب هاجي هنا هقول له فايل وروح اقول له create ركز معايا هنا عمل لك ايه انا عمل لك ملف جديد هروح اقول له انا عايزه من اليمين يا عم وكبر له الخط بكنترول دال زي ما اتفقنا او من الايه او من المربع ده واروح عايز اجيب له كلام في النص هجيب له كلام في النص وعايز اغير اللغة هقول له الان دي خليها ايه ار واروح اكتب له حاجة اسمها الفهرس كده اقول له انتر حد سمع عن حاجة اسمها الفهرسة او فيرس قبل كده هي هي التاب ازاي انا اخلي له الكلام يمين واروح اقول له الموضوع في زرار عندك في الكبورد فوق الكابسلوك بازن الله ناخد الكبورد بازن الله الفيديو الجاي او الدرس الجاي كلها ونشرحها بالتفصيل هنتناولها معنا على الشاشة ونعمل كله زرار بيعمل ايه وهناخد كمان التشكيل معنا عشان الناس اللي نوية تخش تايبنج بيجي لك في الامتحان بتاعة تايبنج سواء تخشه عربي او انجليزي في حاجات مشتركة في ايه هي لو هتخشه عربي بيجي لك تلات فقرات لو هتخشه انجليزي بيجي لك تلات فقرات الفقرة تقريبا عبارة عن تلات سطور بتكتبها وبيحسب لك فيها الدقة بيحسب لك فيها عدد الضغط على الكبورد بيحسب لك فيها كم كل ما صح نفس الفكرة في الانجليزي الفكرة بس او الاختلاف الكلام يبقى انجليزي والكلام يبقى عربي الحاجات المشتركة في ايه متشتركة في ضرير ايه التشكيل ويطلبها منك الحاجة التعانية ده جزء او النص الاول في الامتحان النص الثاني في الامتحان بتاع الطايبنج عشان الناس اللي هتخشه بيطلب منك حضرتك اا جذول اا فاضي تملأ فيه بتتملأ فيه بيانات ويديك البيانات وتروح مليها في الجهة ده لو بيحزبك عليها برضو ودي كمالة الامتحان بتاع الطايبينج والمناسبة فيه السقوط ولا نجاح وبيكتب لك الاسكور بتاعك على الشهادة او في الافادة بتاعتك حسب حزبتك ما بتخلص طيب انا دلوقتي اروح اعمل حاجة اسمها الفهرسة او الفهرس وتحتاجها في حياتك العملية زي تعمل فيهرس لكتاب فيهرس لغلاف فيهرس لمجلة فيهرس لاي حاجة بس في الامتحان ما بيتناولهاش او بيطلبها منك بالشكل ده بس انا عشانك تفهمها الاول وبعد كلا ما نروح نعملها اقول لك دي بتتعمل كده طب انا رحت اكتبت الفهرس في نص السطر وروحت اخليت المؤشر يمين وكتبت له الموضوع فيه زرارة في الكيبورد فوق الكابسلوك اللي بيخلي الحروف كلها كابتل اسمه تاب هليس اهم رايح جاية او ما تدوس عليه بياخد لك مسافة اصغننة شايف المسافة دي هو دل اللي قصده عليها في التاب طب انا ه دوسلي عليها هيجيلك الشاشة دي بيقولك انت عندك المعيير بتاع التاب كام واحد وسبعة ع mould من مية وعندك الكلام يمين والنوع التاب بتاعه violations انا هقول له مسلا ان هنا انا عاييزه خمستاشر سنتي مسلا خمساسر يعنيها خمستاشر سنتي لان لو واحدة عندك یہ spannend يقولك بالانش بها حسب يطلب منك في الامتحان ورايت لانت بتكتب من مين اما لو انت هقولك وقفة الشمال في النص او وقفة الشمال حسب ما يطلب منه طبالحاجة التانية انت عاييزه none وقلو ماشي هتلاقي الرقم نزيل لك تحت اقول له اوكيي طيب شي تواف هنا اول ما اقول له تاب بص هياخد مسافة قدرها 15 سنت ويقفلك هنا واقول له رقم الصفحة واقول له رقم الايه الصفحة هتقول لي عم الكلام مقسوم هقول لك ماشا انا ممكن احدده كلاهو واروح امسك المسافة او اروح على بيجي ليه اوت وهقول له الميرجين اللي هو مش اللي ناخده باذن الله الدرس الجاي او اللي بعد الجاي واروح اقول له خليها ليه نارو هنشوف هيضبط الكلام ولا اقا لسه برضو لك هروح حضرتك احدد له الكلام وهياخد انا المسافات دي هي اوسع الكلمة من هنا واخد دي اوسعها له من هنا كده مفروض المصابات معي يبقى الموضوع المسافة دي بص دي مش مصطرة دي مش مصطرة دي حاجة اسمها تاب طب تقول يعمل سفات ايه لك لما هاجب بعد رقم صفحة اقول له انتر هكتب له الباب الاول وهقول له تاب هيروح حضرتك بعدها هقول له رقم واحد الباب او الموضوع الاول واقول له تاب رقم اثنين وهكذا طب واحد يقول لك يا عام طب افرض اني انا عايز اغير الليك بسيط هتروح حضرتك هقول له هنا الباب الثاني مسلا واروح اقول له قيمة هوم واقول له سم صغر لتحت واروح اضرتك هقول له تابس وهقول له يا عام انا عايزها خمستاشر برضو خليها ارات بس انا عايز النمط ده انا عايز النمط ده هروح اقول له ست اواء كده اوكي وتروح حضرتك هنا اول ما اقول له تاب بس احطل لك النمط ده بتقول له رقم ثلاثة وهاته هزا طيب يبقى تاني يا سادز تاني اشنا بيتطلب منك في الامتحان بيتطلب منك روح اعملها مش طبقها تاني زي ما انا حد من بعض الامتحانات التجربية بيتطلب منك روح اعملها مش طبقها يعني تروح تحدد النص وتعمله تاب بس ما تروحش تدوس عليه لما يقول لك بتستخدمها لما ما بقولكش ما تدس علي طيب يبقى بعملها ازاي بروح حضرتك على السلام الصغير وبكتب له وبايخ جيلي قيمة باختار منها تابس بعد التابس بجي لقيمة تاني بتكتب الرقم اللي هو عايزه وعايزه هنا مسلا تلات تاشر طيب عايزه يمين عايزه نمط مسلا الشورط هتقول له ستة الاول وبعد كده هقول له اوكيه اللي حضرتك لو جيت قلت له الباب التالت بص اول ما قول له تاب هتلاقي المسافة قلت اوله رقم واربعة لان دي مسافة خمساشر صنطي دي مسافة تلاتاشر صنطي فهمتو كده قصة التاب وزي يعمل وكزا خطي ما تعال معي بقى هقفل دي اقول له دون تسيف نرجع للملخ بتاعنا يبقى حضرتك بيجي يقول لك روح حدد الفقرة اللي اسمها كزا تريدك لكيش ما المسا بالشكل ده انا عايز الفقرة بتاعتي مسلا عندي لك هاجي قبل الواي دي واقول له انت طب شايف الفقرة دي احدد اهو عايز اعمل لها تاب لفت خلي بقى لك تاب لفت مقدار خمسة صنطي هدوسه الف الامتحان هدوس على السم صغر لتحت واروح اقول له تاب هو عايز هالفت صح تماء هالفت عايز المقدار كام خمسة صنطي هكتب له خمس عايز بيطلوش منك شرط في الامتحان عايز يسيبها زي مية ماشي عايز يديها ستاين ماشي دي بتاعتك هقول له ست الاول وبعد كده هقول له اوكي بس ده اللي جابع السؤال ده في الامتحان لكن لما يقولك use it تروح تدوس له تاب اللي في الكبورد وما يقولك use it تدوس له التاب اللي في الكبورد ما قلعكش ما هتدوس ركز لا اللكش ما هتدوس تمام يا سادزة دي بالنسبة لجزء الخاص بانتنشن här هو مهمة وبيجي عليها تلات اربع سلة دقة الامتحان الجزء الثاني بييجي عليه السؤال في الامتحان خاص بالحدود النص والارضية بتاعته بيجي يقولك روح عدد الفقر زي اللي احنا محددينا دي مثلا اللي بتبدأ بكذا وتنتهي بكذا وروح اعمل لها border outside او اعمل لها all border outside وعمل لها shading or back color هتعمل ايه قال لك هتدوس على السام الصغنون الهين ده لو طلب منك في الامتحان اعمل لها outside border هتفتح السام هتلاقي عندك حاجة اسمها outside اهي لو قال لك inside تختار له inside لو قال لك call تختار له اول لو قال لك عايز حدود button pass او top pass او lift pass او read pass وهكذا طيب انا رح اختارها له زي ما يطلبها منك في الامتحان مثلا outside هتلاقي حضرتك ان الكلام كده غلط تاني ان كده غلط ليه كده غلط كده ومعملش حدود للفقرة وكده عمل حدود لكل سطر فانا هقول له control z او السام الفوق وما ليه الصح انا هقول له حضرتك 3 click شمال واروح ادوس له على السهم ده تانية سازة 3 click شمال وادوس على السهم ده واروح اقول له all واشوف الفرق اللي معايا بص الفرق ده عن الفرق اللي فات عاملك حدود اربع مربع او اربع حدود جانبية للفقرة عكس اللي فات ايه اللي فات كان عاملك لكل سطر مربع مستقل باللي بعديه فديه تبقى الجابة الصحيف اللي امتحان ركز لما يقول لك select paragraph واروح احدد paragraph انت اعميك border all side and back color اروح دي صح التانية غلط دي صح والتانية غلط يبقى لازم دي 3 click شمال هتقول لي يا عام تقطع لها معي control z بتيجي منين الغلطة دي قال لك في ناس بتيجي تحدد مسهم من هنا كده وتروح عند تقف على الضط بس او ما تقف عند الضط بس وتروح لك تفتح السهم وتختار له all هيعمل لك نفس الغلطة اللي انت بتقع فيها طب انا عايز اتجنبها قال لك حاجة من اتنين يا 3 click شمال على الفقرة في اي مكان انت واي فيها يا هتسحب برضو بس تيجي الاخر تيجي تاخد المسافة لبعد الضط كمان يبقى انا كده احدد الفقرة كلها ليبقى انا عندما تجي سحبته فتحددت الفقرة كلها وفتحت السهم واخترت all هتصبط معاك او تريح نشطة من صف زي ما يسموها وتلاتة click شمال على الفقرة هتتحدد معاك الفقرة كلها تروح حضرتك تفتح السهم تقول له all وهكذا او هتروح تقول له زي ما يطلب منك في الامتحان outside بيطلب منك في الامتحان outside اعمل حدود خارجية طيب بيجيز في الامتحان ثاني سؤال برضو ريح حعمل back color اعمل شاتنج بتفتح السفورشة اللي قابليها او جاردل دا وتديها اي لون وبيطلب منك بالموازمة في الامتحان اي لون معادة الابيض والاسود بتختال له اي لون كليك شمال عليه بيتطبق لك على الفقرة بتاحتك تسؤالين في الامتحان مهمين وقال لقيهم مع بعض في الامتحان التجريبي وخليك فاكر بس لحد ما نروح لهم او نوصل لهم نيجوا من قيمة هم الجزء الخاص به ال outside border والجزء التاني الخاص بالشاتنج والجزء دا خاص دا به بال outside border والجزء الخاص بالشاتنج يبقى انت كده خلصت معايا الجزء اللي تحته كله طب بيجي في الامتحان سؤال تاني على الترقيم البلوت واللست number تاني سؤال على الترقيم البلوت واللست ايه number مش فاهم اقول لك تعال معي ان اجي على السطر ده او نسيب الصفحة دي خالص كده اوه كفية اللي احنا عملنا فيها هنخش على الصفحة التانية مثلا الصفحة التانية قال لك بتبدأ بover all look of your document انا عايز بداية هقف عبل الواي بتاع يو هقول له enter وهقف قبل هوين واقول له enter يبقى انا عندي كده كان فقرة وهقف مثلا نبدأ بيو ادي فقرة ادي اتنين وهقف قبل اليو التانية واقول له enter يبقى انا عندي فقرة اسمها يو وفقرة اسمها وين والفقرة كلها دي لحد تاب مثلا تمام كده طيب يبقى ادي فقرة تريد كليك شمال وادي الفقرة التانية ت Lite كشمال وادي الفقر التالتة هدرتك لเฮه تلتك للك كشمال يوبا انا كده اشغل يكول العالي ثلاث فقرات دول اعمل ايه قال لك حدرتك من ط уров البساطة هروح محدده كده هو للك كشمال واسعب لحد اخر الهي فقرة ادي فقرة ادي اثنين ادي ثلاث انا محدد ثلاث فقرات دول قال لك تعال معي بقى على الترقيم الترقيم ما بيبانش الا على الفقرة لوحدها تانية يعني انت لو عامل الكلام كله فقرة ما يبانش معه الترقيم او بلوت بتاعتك بيجي سؤال في الامتحان او انسيرت بلوت او انسيرت بلوت دي في الباور بالمناسبة الترقيم بتاعك بيبقى رموز عايزه ارقام والارقام عايزه رموز فبعمل ايه اللي خلالك بتروح تفتحي السهم ده وتدي له اي اشكال يطلبها منك يعني طلب منك شكل معين اذا ما طلبش بتروح تختاله الشكل اللي انت عايزه اللي هي دي مسلا او دي او دي او اي شكل بص اللي بيحصل هنا ركز مع الجنب اللي هنا لو اخترت له دي مسلا اهو حطل لك ترقيم او علامات بلوت لبداية كل فقرة بس او اللي انت محدده بس اهو وكاز الجزء اللي انت عايزه بتعمله حضرتك حسب الاشكال لو واحد يقول لك يا عام هي الاشكال دي موجودة فعلا قال لك اه بس هو في الامتحان يطلبش منك شكل معين في البلوت ممكن يطلب منك في الباور بوينت حاجة اسمها الستار زي ما هناخد بتبقى حاجات دي مسلا شكل الستار حسب يطلب منك في الامتحان كل حاجة وليها اسمها بالمناسبة طيب واحد يقول لك يا عام انا جيب الرموز الحلوة اللي انت جابها دي منين قال لك هقول له وانا اخدها في القيمة insert بالمناسبة وهتقول له symbol وهيروح فاتح لقيمة تختار منها الرموز اللي انت عايزها وتختار الفمطات اللي انت حابب تشتغل عليها وبناء علىها بتستدعي الرموز بتاعتها بيجيب لك القيمة دي هي الرموز دي بتيجي من حاجة اسمها symbol الرموز دي بتيجي من حاجة اسمها symbol فيها الاشكال دي كلها بتطلع فوق تختار هتلاقي الاسهم وهكذا هدي الاشكال بتاعتك تمام يا ستزة طيب هقف يقول له cancel يبقى في الامتحان بيقول لك روح حدد الفقرة دي او روح حدد الكلام كله واعمل فقرة او اعمل بلط للفقرة هتحدده وهتدوس على السام الصغير اللي هنا ده وتختار لأي شكل يعجبك ويجيكون شكل القلب مثلا طيب سؤال في الامتحان بيقول لك change the او make ballot او change the ballot to number list او ما تسمع number list اعرف انها الترقيم الترقيم الفقرات ايه لو يفتع لها numbering يبقى number list لها numbering هتفتع السام ده وبيقول لك number list بقى لها زكاوة يعني ما تقول لاش تقول له ABC مثلا لا او عايز number list لها ده او ده عنك شكلين هم فانا هقول له مثلا ايه الشكل ده او عملك number list يعني رقم لك الفقرات بدلا ما هي رموز بدأت ارقام قالك بتجيها بتجي منين بتفتح من السام ده وبتختار له الشكل اللي فيه ارقام بتختار له الشكل اللي فيه ايه ارقام تمام يا ستزة دي هي number list ودي برضو number list بس كله ده خاص بالnumber list دي خاص بالnumber list طيب وانا كده خدت ازاي ارقم الفقرات وازاي ازاي ارقم الفقرات رموز وزاي ارقام ارقام طب قال لي عمان عندي فدول اعرف اللي بقى دي قالك دي خاصة بحاجة اسمها المواضيع الفرعية تاني حاجة خاصة بمواضيع الفرعية يعني واحد فيها ايه فيها ايه يعني عارف انت عنوان رئيسي جوا عنوان فرعي جوا عنوان ثانوي جوا عنوان متفرع منه وكذا دي طبعا بتحتاجواه في الرسائل الدكتوراه والبحث ومجسي والمصدر مش عليكم او في دي بتاتخذ في الادانس دورد بالمناسبة طب واحد يقول لي عم دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه قالك دي جوزة خاصة بال الانتنشن برضو جوزة خاصة بالانتنشن مش عليك بس دي بتعمل ايه؟ ألا ما دوس عليها بصنا محددينة صح دي بتعمل حاجة اسمها دي كريز انتنشن يعني تقليل مسافات ودي بتعمل حاجة اسمها انتنشن بمعنى طيب تعالى ندوسها دي وركز معها في الكلام ايه اللي بيحصل الكلام بيبعد صح بيزود لك مسافة المسافات الباديئة طيب ودي بترجع لك المسافات الباديئة وهكذا تمسات زي بواحدة بتعمل انتنشن واحدة بتعمل تكريز وانت كده اصلا شرحناها من سام السوير ده اللي هو اصلا خدناها بالتفصيل الجزء الخاص بلايه؟ بالانتنشن اللي عندك هنا سواء كان السطر الاول او الكلام كله يبقى العلمتين دول خاصين حتى بالانتنشن وانت عرفت كلمة انتنشن ومصطلح انتنشن يعني ايه؟ طيب قالك عندك العلمتين دول بيخلولك اتجاه مؤشر الكتابة يمين يا شمال وشرحناها معانا في اول الفيديو دولت بتعمل ايه؟ قالك دي لو حبيت ارتب ارتب بتاعتك الكلام بتاعك او الكلام او البراغراف عندك ترتب وتصعدي ولا تنزولي بالاس وهكذا وبطلبش منك كتير في ليل متحادي طيب سؤال بقى او اخر حاجة جزء معانا في قايمة باراغراف الحاجة اسمها حاجة اسمها باراغراف تاني سؤال في ليل متحادي بتطلب منك حاجة اسمها باراغراف ايه قصة باراغراف دي بقى؟ عايز حضرتك دلوقتي هروح اقول له كنترول ايه عايز الراجل مشكورا يعرف نهاية كل براغراف فين وبدايته فيه شايف العلامة حضرتك العظيمة دي اللي هي شكل الواحد ومتني دي او ما دوس عليها وتنور معاك هيحط لك سهم في بداية الفقرة والعلامة في نهاية الفقرة بتاعته وهكذا تاني سهم في بداية الفقرة تعال نطلق لك لصفحة الاولى نهو سهم في بداية الفقرة ودي في نهاية الفقرة تعال ننزل معاك حضرتك هيحط لك واحدة في نهاية كل فقرة في نهاية كل فقرة هيحط لك العلامة دي السهم بتاعك في بداية الفقرة والعلامة في نهاية الفقرة والمناسبة دي ما بتتمسحش دي هي لو حددتها وكتا مسحها ما هتتمسحش اما تتعامل ازاي تركز معايا اما تتعامل ازاي يا ستزة دي ما تتمسيحش تمام بتديس عليها من هنا كليك شمال بتشترق على ط ferm وبالمناسبة مش عرس تكون محدد الكلام تاني راح ديولي يا عموe لو أنا لازم محدد الكلام هقول له kontrol إذا انت معملت او لك لا في الامتحان مكان ما انت واقف مكان ما انت واقف في كليك شمال في اي مكان في المستند المطلوب بتروح تدوس لو عليها بس هي بيتحطها لك في كل المستند بيتحطها لك في كل لمستند وبيتمسيحش تانية سالت اش للناس اللي بتستسك يعني الناس هيقول لك مسلا انت على معايا ملف جديد واروح حضرتك هدوس له على الاعلامة بتدس عليها اجي عشان امسحها هتتمسحش هاي ما فيش مسح ولا باكس بيس ولا دليت طيب ومالعلامة داشت هم تروح ايه بتدس له عليها بتلاقيها طفت راحت ادوس له عليها هلقيها نورت بتظهر بتفضل معاك في المستندات كلها طيب يا سدزة يبقى تاني سؤال في الامتحان بقول لك او البراجراف روح يعمل الاحديد لكل البراجراف او نهاية كل البراجراف بتروح وفي مكان ما انت واقف من شرط يتحدد بدوس له عليها لك شمال مرة واحدة لك شمال مرة تانية بتختفيها انت بدوس له بس عليها طيب لو ما يقول لك اندس بلاي روح شيلها هتدوس له عليها لك شمال تمام كده طيب وانا كده خلصنا الجزء بتاع قايمة ايه براجراف كلها اخر جزء معانا دلوقتي الجزء بتاع الستايل وبتاع الفايند والريبليس وبكده خلصنا قايمة هوم زائد الجزء الخاص بالفورماتينج اللي هو النسخ التنسيق سؤال مهم في الامتحان بيقول لك كوبي زا فورماتينج نسخ التنسيق غير زا كوبي زا تيكست وانا اخدها حالا طيب ايه بقى اللي انت بتقول عليه ده يا عام قال لك تعال معي بالراحة انا محدد التلات فقرات برضو دول هروح حضرتك سؤال في الامتحان وقتلاقيه سؤال في الامتحان لتجريبي ستة وتلاتين الجديد وسؤال في الامتحان تجريبي الخمسين سؤال القديم والاثنين مهمين وبيجو منهم في الامتحان بيقول لك دي حاجة اسمها بتاع الفونت او تيكست تقول لي يا عم ما ليه دي دي اقولك لا ده شكل الفونت بس لكن الستايل ده ده في شكل وفي لون وفي حجم وفي لون وفي ارضية وفي اندر لاين بص لما تجي تقف على كل حاجة كده اركز على الكلام اللي انت محدده كلام اهو متاخد اللي فونت وما اتخذ لي حجم وما فيش اي تنسيق في دلوقتي طيب بص لما خدوس على كده شلك الترقيم وكده وهكذا طيب الطايتل مسلا التنسيق اللي اسمه طايتل انا مجرد ما بقى فما بدوس بشوف الاول وبعاين بيخلي لك الكلام نفس اللون طيب ودي بيخلي كلام باللون ده طيب ودي مسلا بيحط لك تحت يعني شايف ده استايلات جاهزة ايهو الاستايل قالك الاستايل بمتالة بساطة هو حاجة خاصة بمجموع التنسيقات جاهزة عبارة عن فونت وقلر واندرلاين وبولد وحجم وهكذا عكس دي دي اسمها فونت بس وسؤال في الامتحان بيجي على فونت بس وسؤال في الامتحان بيجي على استايل طب ايه اشهر استايلات اللي بيجي عليها بيقولك روح وطبق للكلام ده على استرونج دوس على كليك الشمال فتليه طبق لك على استرونج او بيقولك مسلا نروح حداد للفقرة دي مسلا واروح اقول له السهم الصغير اللي تحت ده ويطلب منك مسلا كوتا او كوت اهو بتلاقي بالشكل دي بعده شكل الكوت شكل الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دي اسمها تايتل دي اسمها سبتايتل دي اسمها سبتايتل بتطرف عليها الاسم بيزهر لك دي اسمها قوت دي اسمها سترونج دي اسمها انتنس وهكذا حصل بيطلب منك في الامتحان بتختار طيب يا سادزة دي الجزء الخاص بالسطيل وسؤال او سؤال مهم معاك في الامتحان طيب اخر جزء معنا النهاردة وجزء قبل الاخير معاك الفايند والريبلاس والسلكت ناخده من تحت الفوق لو عايز عمل سلكت لو اخترت سلكت اول يو انت كاي بتحدد المستند كله اللي هو كنترول ايه طب لو انا قلت له سلكت عندك حاجة اسمها سلكت اوبجيكت دي بتحدد الكائنات ايه الكائنات دي صورة هيكل تنظيمي اه ولما نيجي ناخد انسيرت بالذات وقائمة انسيرت هنحتاجها كتير اتا شايف دي مسلا عشان احددها ممكن تروس كليك شمال عليها او هروح اقول له سلكت واروح اقول له سلكت يعني مسلا اقول له سلكت اقول الاول عشان افق التحديد ده اقول له كليك شمال انا عشان اقف عليها ممكن تقول له سلكت واروح اقول له سلكت اوبجيكت واروح اقول له كليك شمال اتقول لي يا عم طبما انه لما ممكن برضو على طول اريح نفسك انا دوس كليك شمال برا او هدوس له كليك شمال عليها على طول بالشكل ده وقت تتحدد اقول لك تمام جد لا فيش مشكل بس في الصورة بالذات اول ده لو انت عملتها behind text لو انت عملت دي behind يعني خلف النص زي ما ناخد في الصورة ومهما تقف عليها ما ينفعش هتقول لي مش فاهم هقول لك دي بس مش عايز تشرحها بس دي حاجة سابقة لو انا اخدها في قائمة insert بإذن الله عندك حاجة اسم راب text اول ما تخليها behind text ودوس click شمال بص جي طقف عليها مش هيرضى يحددها لك ايو ما ينفعش اتنين click شمال لهو عليها او click شمال لهو مش هينفع وما ليه يا عم حددنا منين هلك بتفتح select ساعتها وبتروح تقول له select object وتقول له click شمال عليها بيحددها فدي بتحتاجها في select الكائنات سواء object سواء صورة سواء عيكل سواء رسم بياني سواء حضرتك اشيبس حصل ما يطلب منك بعد كده تمام كده سادزة طيب احنا كده خلصنا select خدنا فيها ايه اللي خدت فيها select all و select object خدت فيها select all و select object تمام طيب دي مش محتاجة ل select all tickets مش عارف مين و select band ما محتاجهاش اولي طيب الحاجة التانية الخاصة عندك بفايند قال لك لو دست على find هيجيب لك الجزء الخاص بالنفيجيشن بيجي منين خدناها بلكده زمان لو تفتكر في فيديو الاول خدنا به قائمة view قال لك خدت حاجة اسمي انبيجيشن بان بيظهرها هتقول لي عم مش مسادة اقول لك بص لو رح تقول له find هيجيبها لك اهو جابها لك لو رح تقول له close هنا هوا بص او ما اقول له close وارح اقول له view هتلاقي علامة الصحي اشتالي تمام كده سادزة طيب هروح اقول له افتح له السامة بتاع find هجيلك منه كذا قايمة هاو قايمة فيها كذا حاجة قال لك عندك حاجة اسمها الفايند اللي سي تجسين عليها advanced find المهمة معايه وبيطلبها منك في الامتحان بيجي لك الشاشة دي وعندك حاجة اسمها جوتو بيجي لك الشاشة دي القايمة دي بتجي منين تاني ركز مع الشريط بتاعت اسمه ايه قالك اسمه الستيتيوز بار قالك لو دست على بيتج وان وفي خمسة وعشرين هيجيب لك نفس القايمة بتاع جوتو ويقفلك عليها طب وفي اختصار لجوتو قالك اه اتفقنا مع بعض الاختصارات في الكيبورد كنترول زي اول حرف في كلمة تديك الكلمة فكنترول جي تديك جوتو تمام يبقى عندك كم ترية جوتو براحتك يبقى لك انا دواتي ممكن اقول له السامي اللي في الجنب واروح اقول له جوتو براحتك خالص واكذا بتقول لي عما انا جبت القايمة دي فيها عندك فاين ده هي وربليس هي وقوتو صح قالك اه يعني انت لو رحتل له على السه ورحتل له فاين واخترت له فاين دي كليك شمال عليها هيجيب لك نفس القايمة قالك لا دي الفاين دي بس هيجيب لك انه في جيش وانه في جيش لو انت جيت كتبت له اون مسلا هنا اهو بص يعمل ايه هيتلقم لو ولك كل الانهات اللي عندك في الملف ضيب بيقول لك انت كمان انت وافع على التانية من العدد كام تلتمية وعشرة نتيجة ماتش تم التحقق ليه طب انا اقفل هالو وما ليه عم السامة بتاع فاين دي وقلت له انت ادبانسد فاين دي حاجة اسمه بحسة متقدم لأ انا ابحث عن كلمة في مكان او مرة معين بيجيلك القايمة دي ايه هيبقى لك القايمة دي فيها جوتو فيها ريبليس وفيها فاين القايمة دي فيها حاج تلات حاجات مرتبطين ببعض طب خلينا فاين دي ام انت لو قلت له كتبت هنا الكلمة اللي انت عايزة وليكن اون وقلت له فاين دي نيكست هيقفلك على اول اون دي قابلك فاين دي نيكست بص الون اللي بعدها سواء كانت في مص الكلمة او نهاية الايه الكلمة طب واحد يقول لك يا عم خلاص كده عرفنا فاين دي انه ما بيبحث طيب الحاجة التانية هتقول لي حضرتك ريبليس واختصار ريبليس ايه في الكيبورد ناس تفكر معنا كده قالك اختصار ريبليس كنترول اتش ايه بقى تاني اختصار ريبليس كنترول ايه اتش تامام هي قائمة ريبليس قالك وينفع ج spacecraft من قاعل من السهم او القاعلة اللي تحت دي او شريط الى تحت ده اللي هو بتاعة بيتجي وان اللي هو شريط هايجيل جوتو روح اقول له ريبليس قالك اه عادي جدا ممكن تقوله مريبليس نفسه وممكن تقوله السهم اللي هنا وتختار لي جوتو وتختار لي مينا ريبليس دي كامو لك الحرية لكن في الامتحان يفضل تحل كل حاجة بالحاجة اللي طالبا انا هو عايز find هتفتح للسهم وتقول لي advanced find عايز replace هتختار لي replace عايز go to تدوست عليها من هنا وتدوست عليها من هنا وتدوست عليها السهم وتختار لي go to براحتها عايز استبدل بيطلبها منك في الامتحان اما يقولك هنا في سؤالين في replace سؤال بيقولك استبدل كلمة بكلمة remove the text with text استبدل نص بنص فبتكتب له النص اللي عايز يمسحهم هنا ونص اللي عايز يستبدلوا بيه هنا وليكن on اخوة يقول لها welcome يبقى انت كده تستبدل on بمين بولكم عندك سؤالين في الامتحان لما يقولك replace او remove text with text بتختاره replace بس يبقى replace بس هيستبدل اول كلمة جيله اهو ايه الدليل مش احنا كان المفروضة عندنا اخوة استبدل كده on بولكم في اين on بولكم بقى وين بولكم طب تعال ندور عليها انا اكتب له هنا welcome ونشوف هل عمله ولا لا وقوله find the next حاوله find the next طيب تانية سادز اعفل له القيمة دي واروح حضرتك اطلع له في اول المستند واروح اقوله replace واروح اقول له حضرتك روح استبدال لي ون ون بولكم واقول له replace بس وبعد كده هروح اقول له اولا روح ندور عليها تعال نشوف الكلمة اللي استبدالها فيه هقول له control اتش وبعد كده هروح اقول له find دور لي على كلمة welcome طب تعال نقول له find ونقول له welcome تعال نشوف كده اهو بس ابدال لك اول on بس بولقى استبدال لك اول on ايه بولقى طب تعال نقول له replace واروح حضرتك بدل ما هقول له استبدال اول كلمة بس لا انا هقول له استبدال لي اي on replace a all هيجي لك دلوقتي ان فيه 309 كلمة هيستبدالهم انت استبدالت لي كام مرتين هقول له ماشي واروح بعد كده هتروح تدور على اي on ما تلهاش هتقول لي عم ايه الدليل هقول لك منتهى البساط لو جيت بحست دلوقتي على on ما هتلاقيهاش لو جيت بحست على on ما هتلاقيهاش تمام يا ستزة هاتي هقول له مثلا روحي حتلي عم ابحثت لي على on هقول لك not found مش موجودة لكن ابحثت على welcome هتلاقيها كتير ابحثت على welcome هتلاقيها كتير يوى تاني بيجي لك في الامتحاء سؤال على replace استبدال كلمة بكلمة حاجة من اتنين يا تروح تدور على الكلمة اللي عايزها بيقول لك روح في الفقرة رقم 3 في الصفحة رقم كذا في كلمة اسمها over all مثلا ايه عايز تستخدمها over down هتروح تعمل له ايه يا تكتبها manual over down يا اما حضرتك هتروح هتقول له control h عليها او replace وهتروح تكتب له الكلمة اللي عايز استبدالها هنا باللي عايز يستبدالها بيها انا اكتب له هنا مثلا over down وهكذا وحاجة تقول له replace اما يبقى هنا استبدال كلمة بكلمة لما يقول لك بقى replace استبدال كل الكلمات in the comment او in the all او in entire the comment يبقى او in the comment كذا في المستند كله فانت بتختله replace all فانت بتختله replace a وركز في السؤالين دول لان دول ما ينفعش يضيوع منك اما ما يقول لك remove text waste text تختله replace بس او تكتبها manual اما يقول لك in the comment او in all the comment بتختله replace a all تمام كده يا ستزة طيب عندك كده حضرتك خلصت معايا select replace الليس قال لك عندك اخر معايا حاجة اسم go to لو دستله عادية هنا يقول لك go to انت عايز تروح للصفحة رقم كام قال لك حضرتك بتكتب له فوق هنا page او تختله section او line زي ما انت عايز انا اختله بيجي مثلا وانا واقف الصفحة رقم اتنين عايز اروح لصفحة رقم عشرين وهقول له go to هيروح اتنين دي هتتغير automatic للصفحة رقم عشرين اهي طب عادية الصفحة الاولى هكتب له رقم واحد وقول له go to والمناسبة دي برضو بتساعدك زي control home وcontrol انت طب اخر حاجة معانا الفورمات بنتر او نسخة تنسيق طب ركز معاي مش انت حضرتك you can دي بلاش الصفحة دي خالص تعال اخش معايا صفحة رقم اتنين دي ولكم ادية اكيد كان مكانها انا احداد لولكم واروح اعمل لها تنسيق ويتالك واندر لاين وديها لون وديها ارضية كمان او واروح حضرتك اكبرها واروح اديها فونت مثلا الشكل ده شايف الكلمة المتنسئة او الحاجة اللي عمولها تقدي عايز انسخ التنسيق بتاعها واروح احطه على كلمة بروفايد بس يبقى اول حاجة عشان احل السؤال ده ويجي في الامتحان كوبيزا فورمات هروح اقول احدد الكلمة اللي عايزة او الفقرة اللي عايزة وتروح تدوس على الفورشة اللي عندك هنا دي اللي في قيمة كليب بورت اللي خدنا فيها القط والقبي والبست عليك دي اتفاقات ان انا هاجلها لاخر الفيديو زي ما جينا وصلنا ده وقت لي هقول كليكين شمال عليها فلما اقول كليكين شمال عليها كده انا وارت ولو جيت بص وانا ماشي من غير ما دوس في فورشة فعشان اروح اوصل للجزء اللي طالبوا منك في الامتحان هتستخدم سكرولر بار تطلع وتنزل زي ما انت عايز عشان ما ينفعش ايدك تيجي عليها او ايدك تيجي بالغلط على اي كلمة هقول كليك شمال بص كده غلط شفت لما انا دوس كليك شمال بالغلط كده غلط طب هلا ايه هقول وارت وارت ردق احدد له هدول كليك شمال واسحب على بص يوأ بيطلب منك في الامتحان روح انسخ التنسيق من النص ده او من الفقرة دي للفقرة دي بتحدد له الحاجة الاول اللي انت عايز تروح تنسخ التنسيق بتاعها وتدوصل على الفرش كليك شمال وبعك بتروح على الجزء التاني اللي عايز تنقل التنسيق بتاعك لي دي كتاخر بحاجة معنا النهار ده في الجزء بتاع قايمتهم معلش ان درس طويل شوية ودرس مهم وفي مساء اسئلة وافكار كتيرة اغلب الحاجات المهمة اللي في زي ما تعرضنا ليها بيجي لك الفورمات بيجي عليها سؤال في الامتحان الفونت 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 color الكيس الكلير الصبست و الا التكست او النص او اسمه استريك سرو اللي هو النص في نص الكلمة بيجي لك كمان المحازهات بيجي لك جست بيجي لك الانتنشن والسبيس مكتفين هنا فيه اربع خمس اسئلة وبيجي لك التابس وبيجي لك الاوت سايد بوردر وبيجي لك البيج جراون وبيجي لك حاجة اسمها وبيجي لك الستايل والفايند والربلاس والسيليكت تعد كده تقريبا يطلع لك حوالي عشر وخمساشر سؤال مهمين جدا وبيجوا في الامتحان وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس التالت معنا اللي هو الجزء الخاص بالتحديد او ب سيليكشن وفورمات والجزء الخاص بدرسهم ارجو انه يكون نال اعجابكم ارجو ان الناس تكون استفادت مستني طبعا رأيكم وكمنتاتكم وتفاعلكم ارجو ان الناس تعمل شير وتشوف الفيديو وتذكر كويس عشان في اذن الله خلال اجازة العيد هنزل فيديوهات الورد كلها وهننجز او هننتهي من الورد عشان نلحى ننزل بنك الاسئلة زي ما عملنا في الميديوه الاول وناس دخلت والحمد لله ربنا قرمها عشان تلحى حضرتك تركز معايا وتذاكر لازم تشوف الفيديو اول باول وتطبع عليه وتكتب الحاجات المهمة والعناصر الرئيسية والشرح بتاعك زي ما انت عايز وزي ما بعمل كل مرة كل فيديو بتناول الفيديو اللي بعديه مراجع على الفيديو اللي قابليه بحيس حضرتك ان انت تبقى حاضر ومركز معايا ارجو ان انا اكون وفقت في درس النهاردة هستنى طبعا رأيكم وتفعلكم على جروبات الوطس وعلى الجروب الخاص بالقرص على الفيس ومستنى كمان الكومنتات بتاعتكم على الفيديو ده في الديسكريبشن او في الكومنتات على الفيديو وإلى لقاء قادم بإذن الله اترككم في سلام الله ورعايته